السلام عليكم اخواني اخواتيلي مشاء الله نشارككم حكم واحد لصوص اللي كتخطر الكسكسوك كتجوع خطيرة صراحة كتجي كتعطي واحد البنو حتى تختر زوين هنا هي عندي درس نسات الحبات دي والمطيشة شوية هكا صغر فهي لك انو كبار ديرو غير بعمل احسن يكونوا اي ربعة هنا كما كنتشوفون غدين قطع هاديك مطيشة هكا طرفي صغر شوية هنا من بعد ما غدين قطع هم ما ديك مطيشة كلها غدين ديرها في ذاك الخلاط غدين نضيف هنا بصلاحة هي غدين قطع طرفات صغر فبحكم انا ذاك الخلاط ممكنش غدين طحلية طرفي كبار فكنت نقطع شوية ذاك شي كم شوية باني هكا بحجم شوية صغر وهني غدين طرف القرعة غدين حكو هكا في الجهة الغليضة كما كتشوفو تخيزو سوا غدين حكو هنا هنالقرعة اني حكيتها وهنا غدين حكو خيزو حتى هو لانه باشي سلع ليه في الطحين لانه كما كتعرفوا هذا ما يمكنش غدين طرفي دير خيزو ولحت الطرفي اللي انه قاس حين على الموس ديال هذيك الخلاط وهنا غدين ضيف كاس صغير ديال لما فقط يعني ما تفوتوش كاس وهنا غدين طحن هاد المكونات كولا مع بعضياتها مزيان حتى غدين تطحن يعني غدين تطحن مزيان صاف هنا من بعد كنشدة كنصفيها على تشكلها كما كتشوفو صارحة تطحن كتشوفو وبنينك تبنن يعني بلا الحم بلا تجاج غير كتشوفو الخضراء كي يجي غزال وحتى اللي عندو هكا ولدات وما تياكلوش هدوك يعني ديك الخضراء ودكشيف هذي طريقة كتدخلو بهذيك القراءة وخيزو كي يجي زوينا وفي نص لوقت كتبنن وكتعطي واحد تخطر فهكا كنحصلو على هاد لاصوس ديانا كتجيها به هاد طريق هده كانت مناتنا الإعجاب ديالكم هنا كنبغنشكو جميعو تتبعيني من غوية خارج المغرب وكانت منها دائمة توفيق الجامعة اشتركوا في القناة